أدوات تراثية وأزياء شعبية وعملات نادرة كله حاضر في معرض البيرة الأول للمقتنيات التراثية للمزيد من التفاصيل عن المعرض وما يحتويه يسعدنا أن نستضيف من داخل ستوديو سالم بادي من الدائرة الثقافية في بلدية البيرة وثائر البرغوتي من اللجنة التحضيرية للمعرض الله سبحكم بالخير صباح الخير طبعا عرفونا عن نفسكم أكتر أنا سالم بادي موظف في بلدية البيرة في الدائرة الثقافية مهند السائر البرغوتي وفنان شعبي عضو اللجنة التحضيرية لمعرض البيرة الأول للمقتنيات وتمت دعوتنا التي نتشرف فيها من قبل الدائرة الثقافية في بلدية البيرة بحكم اهتمامنا ونشاطنا في المجال التراثي والفني الفلسطين جميل أنت القائمين على هذه الحملة التي افتتحتوها مبارح كيف كان الافتتاح؟ يعني كان الحضور ممتاز في تفاعل شعبي راقي ارتقى لمستوى لكن بتعرف أنت هذا أول معرض نحن بنعمله كبلدية بالتالي هذه رح تكون مقدمة لعدة معارض رح تقدير تكون الشراكة أكبر نحن في عنا شراكة محترمة طبعا في عنا جمعية نعاش الأسرة في عنا قدسنا للتراث لو تحكينا عن زوايا المعرض يعني شو تضمنها؟ في عنا كان في زي ما تفضلت حضرتك عملة نادرة في عنا فخريات بعض الفخريات كانت حاضرة في عنا ثواب مطرزة في عنا لبس شعبي بالعموم يعني مش بالضروري يكون ثوب يعني كمان في عنا طوابع قديمة إلها يعني هذه كانت قبل السبعينات كل هذا كان حاضر في المعرض بتعرف المعرض هو جزء منه يعني أو الإشي الرئيسي منه إحياء لتراثنا القديم مش بس فقط إحياء ومر الكرام إحياء له علاقة بثقافتنا الوطنية هذا بأرخ لتاريخ شعبنا اللي ضارب جذوره في الأرض وفيه صور يعني كان في عنا مجموعة صور لبيوت قديمة حوالتوا تخرجوها يعني بزوايا من زوايا المعرض طبعا وفيه تم شرح كل شي يعني فيه كنا يعني موجود عند كل قسم حدا يعني بيختص في الموضوع التراثي وبعرف على المقتنيات التراثية اللي موجودة في المعرض طب وبالنسبة للتحضير للمعرض قدي استغرقت ووقت تحضير خلال وقت قياسي يعني حوالي أسبوع فقط لا غير أسبوع درتوا جمعوا كل المواد خلال أسبوع تم عقد الاجتماع التحضيري بحضور اللجنة التحضيرية طبعا المؤسسات اللي تم يعني دعوتها وخلال وقت قياسي حوالي أسبوع أو أكثر شوي تم إحضار المقتنيات وتصنيفها وترتيبها وكان بالفعل يعني جهد عظيم يعني من المشاركين والمتطوعين لإنجاز معرض متميز رغم أنه يعني هو عيني فقط من تراثنا العريق ولكن هو يعبر بشكل رائع وجميل لوحة تراثية متكاملة عن جوانب مختلفة يعني لما بنعرض الأدوات التراثية الفلسطينية التي استخدمت في الحياة الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني هي تعطي فكرة للشباب الجيل الجديد أكيد بجوزة إحنا ما انتبهنا عليها يعني إحنا كبرنا يعني ما شفناش كل هذه المواد الأثرية وهذا أحد أهداف المعرض لتعريف الجيل الشاب بقيمة وغنى تراثه من أجل المحافظة عليه إضافة للأزياء التراثية الشعبية الفلسطينية عملات فلسطينية طوابع فلسطينية لفترات مختلفة إحنا مصورين فيديو كمان حال موضوع خلونا نشوفه مع بعض ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر حييه نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر شكرا نانسي قنقر شكرا